اشتركوا في القناة 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 و جميع فيديوهات الصف الثاني الاعدادي ما تنسوش تفضلوا معنا لنهاية الفيديو علشان تشتركوا معنا في المسابقة بتاعت فيديو النهاردة وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله فيديو التكريم تعالوا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال عندنا هنراجعوا هو سؤال الديرو عندنا محادثة بين علي ورامي علي ورامي بيتكلموا عن منزل علي الجديد علي بيقول هاي رامي my family moved to a new house أسرتي انتقلت الى منزل جديد فسأله سؤال وقال له it's in عرابي ستريت يبقى كده السؤال كان ايه اين يكون هو اين يعني where وبعدين الفعل المساعدة هو بجيبه من تحت ما باخترعش من عندي فعل مساعد دايما بتقيد بالفعل المساعد اللي جايلي في الإجابة is هو بستخدمه يبقى where is تمام وبعد كده الفاعل it يبقى where is it طيب في الرقم اتنين رامي بيسأل سؤال تاني فقال له yes it's very large ده سؤال سهل جدا طالما الإجابة فيها yes أو no يبقى على طول هسأل سؤال به هحط الفعل المساعد في بداية الجملة تبقى is زي ما قلت انا متقيد بالإجابة الفعل المساعدة هو is هستخدمه هحطه في الأول وبعدين الفاعل اللي هو it يبقى is it is it large هل هو كبير كيف شعرت عندما انتقلت إليه كنت حسس بإيه لما انتقلت له هيقول I felt ممكن يقول I felt sad I felt worried I felt happy طيب لازم نقرأ الأول بيقول له ليه ليه انت شعرت الشعور ده تمام قال له I know it's better انا عارف انه هو افضل but I have no friend there ولكن انا ما عنديش اصدقاء هناك يبقى اكيد الإجابة في رقم ثلاثة قال له انا كنت بشعر بتوتر أو بالحزن يبقى I felt nervous بالتوتر أو I felt sad خلي بالك هنا انا جبت felt في الماضي ليه عشان بيسألني في الماضي فوق how did you feel لازم انا جاوب في الماضي قال له why ليه انت شعرت الشعور ده وبعدين بيقول له جملة كده بيقول له I know it's better انا اعرف انه افضل يبقى اكيد هنا قال له ايه انه المنزل الجديد افضل يبقى it's better than the old one تمام أو the new house is better than the old one المنزل الجديد افضل من المنزل القديم I know it's better انا اعرف انه افضل but I have no friend ولكن ما عنديش اي اصدقاء هناك ما عنديش اصدقاء فهيرد عليه رامي ممكن يرد كذا رد ممكن يقول له thank you شكرا لك ممكن يقول له friendis you are right انت محق friendis are important انت محق الاصدقاء يكونوا مهمين المحادثة التانية اللي هل رجحها بالشكل ده عمر is asking ايمن about his life do you live in a block of flats ده سؤال بي دو يو عادي جدا هيجاوب يقول yes I do نعم انا بعيش اناك what do you do in your free time بتعمل ايه في الوقت الفراغ بتاعك فقال له I بعمل كذا قال له reading القراءة يبقى اكيد قال له انا بحب القراءة تمام يبقى I like reading in my free time ممكن اقول free time ممكن ما اقولهاش قال له reading سألوا سؤال فقال له yes I go to the library باحث معايا ان الاجابة بyes يبقى السؤال اكيد بهل تعالوا ناخد الفعل المساعد من تحت كده مش هتلاقي عندك فعل مساعد هنجيب ايه هنجيب do علشان الجملة مضارعة مصدر اهو go جاي مصدر على طول يبقى الجملة مضارعة وحط لها do كفعل مساعد يبقى do والفعل I يحوله ال you يبقى do you go to the library هل تذهب الى المكتبة فالسؤال رخهم اربعة بيسأل سؤال قال له I go to the library twice a week بذهب الى المكتبة مرتين في الاسبوع يبقى كم مرة تذهب للمكتبة تمام how often do عشان الجملة مضارعة برضو you go to the library how often وبحط بعدها do عشان الجملة مضارعة بعدين you اللي هي I تحاولت لyou go to the library what's your favorite book ما هو كتابك المفضل فهيقول له مثلا it's Alice Adventures إنه مغامرات Alice أو my favorite book is Alice Adventures ننتقل إلى نوع تاني من الأسئلة هنرجع مع بعض على الوحدة وهو سؤال الاختيار من المتعدد you can see yourself in there يلا نفكر يا جماعة هدلكوا ثلاث ثواني كده تفكروا معايا تمام mirror إجابة صحيحة أنت ترى نفسك في المرآة we put our clothes in there من نضع ملابسنا فين تمام في الوردروب اللي هو دولاب الملابس I put my books on there تمام bookshelf في رف الكتب الفيوم is a large city with beautiful nature reserves جواردت الجزئية دي في قطعة reading بالنص nearby بالقرب منها طيب honey is a clever student honey ولد زكي he space studies hard أيوا he always studies hard هو دائما يجتهد في مذاكرته did علي أول ما تلاقي did موجودة هنا يبقى على طول يجي بعدها infinitive أو المصدر يبقى go على طول وانت مغمم سؤال رقم بعد كده برضو هنراجع نفس السؤال his mother was angry because he space something wrong والدته كانت غضبانة لأنه أيوا did something wrong يعني عمل حاجة غلط did something wrong this box is too heavy too هذا الصندوق ثقيل جدا على أنه يحمل carry I want to have a space in the park next week أيوا في البارك يبقى picnic على طول نزهة خلوية I forget to bring my book أنا ننسيت أجيب كتابي the opposite of forget عكس كلمة forget is تمام remember يتذكر forget ينسى remember يتذكر راميز راميز فاميلي lives in a big and a house it's really amazing يعيشوا في منزل ايه بقولك really amazing مدهش أو مذهل أو رائع يبقى attractive على طول the middle road الطريق المعدني that a train travels on is a railway line اللي هو خط السكة الحديد نستكمل choose we always start our exams space the beginning of January أيوة at the beginning of في بداية شهر ياناير space she got blonde hair خلي بالك في عندي got هنا دايما got بيجي قبلها إما have أو has تعالوا نشوف كده شي بتاخد have ولا has أيوة has على طول نربط has ب got هل هي تمتلك شعر أشقر I space to bed before 11 p.m I often goes ولا هي I بتاخد S المضارع لا طبعا I goes often لا طبعا تاخدش S المضارع I go always هنا الجملة دي جاي الظرف التكراري بعد الفعل وده خطأ طبعا يبقى الجملة الأخيرة هي الصح I always go دايما الظرف التكراري اللي هو always أو usually أو often أو sometimes أو never دايما بيجي الأول ثم الفعل بعد خلاص دايما الظرف التكراري بيجي الأول ثم الفعل بعدي how is this they learn English so fast هل بقى لك في learn هنا مصدر هستبعد where ما يجيش بعدها المصدر ولا are طيب they بتاخد د ولا د طبعا بتاخد د مش هنفع تاخد د د د تيجي مع هي و شي و at ها as this is a place هو مكان where people go الناس بتروح له when they do something wrong عندما بيعملوا حاجة غلط present برافو عليكم اللي هو السجن نحفظ يا جماعة الكلمة دي مهمة جدا القطارات move along railway lines القطارات تمشي على railway lines خطوط سكة حديد people without enough money الناس اللي ما عندهاش فلوس كفاية are تمام poor فقراء my grandfather has a space in his garden to water the flowers ايوه تاب صنبور جدي عنده صنبور في الجننة بتاعته بيسقي به الازهار عرفت ان هو هي عشان بيسقي water the food tastes very bad الاكل طعمه وحش جدا it's تمام terrible سيء جدا space i open the door for you ده نوع من انواع الوفر اللي هو العرض بيعرض عليه بحيستخدم ايه تمام شال شال i open the door for you هلا افتحت لك الباب space she got قولنا got موجودة هي تمام تبقى has she got عشان she بتاخد has لما got موجودة دايما بيجي قبلها ياما have ياما has حسب الفاعل space you got خلي بقى في got تانية هي بس جاية you تمام تبقى have you got a camera space i have some water please بيطلب بعض المياه طالما بيطلب يبقى ها يستخدم can i have للطلب هل يمكن ان اتناول بعض المياه space sami got جايب got اها وفي سامي اسم مفرد يبقى has على طول عشان got موجودة نحفظ يا جماعة نربط has ب got او have ب got حسب الفاعل الفاعل عندي سامي مفرد بياخد has this small space is an ideal container for clothes هو اه يعني ايه زي وعاء نموذجي للملابس طبعا ايه اللي ممكن نحط فيه الملابس في الحاجات دي تمام chest of drawers اللي هي خزانة ذات ادراك اللي احنا بنسميها comedium this space has two sites لها جانبان where you can rest your arms تقدر تريح ذراعاتك عليها يبقى armature هذا كرسي بزراع we cover the floor of my bedroom with a big بنغطي الارضية بتاعت البدروم بتاعتنا with a big carpet سجادة sally has a lot of clothes so she has a big عندها ملابس كتير عشان كده عندها ايه wardrobe wardrobe اللي هو دولاب ملابس he learns english quickly هو بيتعلم من انجليزي بسرعة because he's this it a lot لانه بيمارس كتير practices يمارس the cat is sleeping on a soft space on the sofa على الاريكة ايوه cushion اللي هي الوسادة نايمة لقطة على الوسادة اللي على الاريكة this او الكنبة there is a lamp يوجد نصباح space to my bed طالما 2 موجودة يبقى next two bravo i love space photos of animals in the zoo love ايوه الفعل لا يكون الفعل love دائما بيجب بعدهم الverb i and g تمام او two زائد المصدر love يجي معها i and g او two زائد المصدر هنختار رقم d هتبقى الإجابة a و b هما اللي صح طيب لو انا قلت would love ما ينفعش تغير two زائد المصدر لو انا قلت would love او would like يجي معها two زائد المصدر فقط نوعية اخرى من الاسئلها الرجاحة وسؤال متعلق بجزئة الجرامر shall we shall على طول من الافعال الناقصة او المودلز دائما يأتي بعدها infinitive ابقى go مصدر طبعا المصدر عارفين بنجيبه ازاي مصدر هو التصريف الاول للفعل او الفعل بدون اضافات من غير ال es بتاعت المضارعة have you يلا قلنا have you بيجي معها get ايوه got تمام هل لديك i have a birthday party انا لدي حفلة عيد ميلاد space i make a cake هل ممكن او هلا عملت كيكه هيبقى ايه ايوه can i make a cake هل يمكنني ان اصنع كيكه can i make can i و جايب لي اه مفيش to يبقى can i بيجي بعدها المصدر على طول take وبعدين جايب لي have i help you to cut the water melon بيعمل عملية offer بنستخدم ايه shall علشان نعرض المساعدة shall i help you هل يمكنني ان يساعدك space you got خلي بالك جاي got جايب لي has لا ما ينفعش has اما ليه سامع ناس شطرة بتقول have have you عشان you موجودة ننتقل الى جيهان جايب لي usually goes to school on friday في يوم الجمعة عادة بتذهب للمدرسة في يوم الجمعة لا طبعا هنقول ايه never goes to school how often جايب لي you visit your uncle خلي بالك how often كم مرة دايمة بيجي بعدها يئم دو يئم دو حسب الفاعل العندي يو بتاخد ايه do يبه how often do you visit my father جايب لي don't لا مش هينفع طبعا دون my father doesn't wear لانه مفرد وبعدين جايب لي does your father in kairu yesterday خلي بالك في عندي yesterday سامع ناس بتقول did لا مش هينفع did هنا يا شباب ليه رغم انه جملة فيها yesterday لانه ما عنديش مصدر انا قلت اهم نقطة في do او does او did اللي لازم يكون فيه علا في المصدر بعدها طيب يبقى هنا هستخدم ايه تاني غير اللي في yesterday في الماضي عندي فيربي تو بي في الماضي was aware your father ابيك مفرد يبقى على طول was your father i never وجاب لي leaves my clothes i بتاخد اس المدارع برضو لا طبعا يبقى نشيل منها اس المدارع يبقى i never leave my clothes on the bed رايان وجاب لي not like eating spicy food يبقى على طول هنفي في المدارع doesn't like رايان doesn't like eating spicy food وبعد يجايب لي i can have a cookie please طبعا ده بيطلب الاذن ايوه can i مش يرفع i can can i هل يمكنني ان اتناول بسكوتة من فضلك where وجاب لي we are going on holiday طبعا هعكس عشان احط بعد where فعل المساعد بقى are we going وجاي الفعل معاه الing اهو تمام عشان are دايما بيجي بعدها الفعل في الing وكل اللي هنعمله هنعكس helping verb مع subject pronoun اللي عندي كده نكون خلصنا مراجعتنا اتمنى ان يكون المراجعة عجبتكو يا ريت يا شباب كلمة شكر من كلنا اتمنى انها تكون like للفيديو بتاعنا like بالنسبة لك مش مشكلة بس بالنسبة لنا احنا بتمثل كتير جدا وبتعرفنا قد ايه انتوا راضيين عن الشغل اللي بنقدمهلكو عشان نستمر ان نقدملكو المزيد من الفيديوهات ان شاء الله تعالوا مع بعض ندخل على الكوز بتاعنا ان انا عارف ان في ناس مستنيها today's quiz هو عبارة عن ثلاث اسئلة اختيار من متعدد والاسئلة بتاعتنا مستواها مرتفعة قليلا انا بركز داني مستواها مرتفعة قليلا what space i do to speak english well shall ولا does ولا is ولا have طيب رقم a بيقو بيس قال سؤال do you have a car رضى عليه رقم b قال له yes i have ولا do ولا has ولا am have you got a car رضى عليه رقم b قال له yes i have ولا do ولا has ولا am اتمنى ان شاء الله ان كل اصدقائنا يوفقوا في الاجابة عن الثلاث اسئلة معا ما تنسوش معادنا دايما ان شاء الله كل يوم حد واربع نهاردة الحد باذن الله انتظرونا يوم الاربع القادم مساء مع فيديو اخر من فيديوهات الصف الثاني الاعدادي وهيكون في التكريم بتاع ابطال القناة اللي قدروا يجاوبوا عن الكوز اللي قدامنا ده تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها مع الاجابة واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته